فكانت حياته إذا كمثل حياة العرب ما يمكن أن نصف منها يوما كاملا قبل البعثة لكنها أربعون سنة فيها بعض القصص التي حصلت مثل أنه لما بلغ 25 سنة وبلغ سنة الزواج أرسلت إليه خديهة ابنت خويلد بن أسد تخطبه وهي قريبة له فهو أمها أمينة ابنت وهبين وأمها برة ابنت أسد بن عبد العزاء وخديهته أبوها أخويلد بن أسد بن عبد العزاء فجدته لأم أمه عمته أخذها وكانت خديجة تاجرة وكانت من أغنياء قريش وكانت في بيت عز منهم بن أسد بيت عز وشرف وأرسلت إليه تخطبه وكانت قبل ذلك أرادت منه أن يخرج في تجارتها إلى الشام فخرج في تجارتها وأيضا من هذه القصص أنه كان مع عبدها ميسرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحفظ المال وكان ميسرة هو الذي يكلم الناس ويبيع ويشتري وكانت تظله الملائكة في السير كشكل الغمام حتى من قبل البعث نعم هذا قبل البعث وكان كل من رأاه يحبه حبا شديدا حتى أهل الشام من الروم وغيرهم